ما قالي الوزراء أنا ما جاي أخطب منك مرة ولا جاي أنا شحات على بابك هدا ليش تغلوا ودا يتحمل مسؤولية ودا نقف بوجه مافيات كبيرة هنقول للكم هذا خلل اسمعوه ما لكم خلق عودكم مكاتب إعلامية وآتكم سكرتاريات وآتكم ما درش يسمونهم ذولا يردون ولازم يردون لأن هاي حقوق ناس قلت لكم على قضية المشتريات ليش نهي السماك ورد وآرف أنه الآن أنتم تدققون شكر وتقدير إلى مكتب السيد أبو رغيف وإليه شخصيا لأنه يتواصل مع كل ما يكتب وكل ما ينشر ويطلع على الفيديوهات ومكتبه الإعلامي أيضا لأنه هي هذه المشؤولية بهذا الشكل وأبلغ ماذا حصل وآخر ما تبقى الفيديوهات التي عرضناها أرسل على أصحابها كذلك لابد أيضا من الشكر والتقدير لسكرتير رئيس الوزراء الفريق الأول الركن محمد البياتي الذي يتواصل بشكل يومي كذلك جاني اتصال من وزارة الدفاع بخصوص التجارة لأنه المعالي كلف واحدة من الجماعة من الوزارة أن يتصل وأبلغونا أن هناك تحقيقات على حد قولهم عالية المستوى في قضية تسجيل الشركات وأن الشخص الذي ظهر معنا الذي ما عد بطاقة تموينية ومطلوب أربع مليارات تم اللقاء به وأبلغونا أنه سنعلن نتائج التحقيق وأنا أنتظر نتائج هذه التحقيقات السيد محافظ بابل بخصوص المناشدة والفيديو الذي ظهر أنه كيف تتعرض نساء الشهداء للابتزاز في دارة البلديات بلدية بابل والأسماء التي ظهرت تكلمت معه شخصيا وأرسلت إلى الفيديو بانتظار أن يجاوبنا سيد وزير الدفاع أيضا اتصل وقال بقضية حجد الدفاع أننا أرسلنا كتاب بخصوص الموافقة على صرف مرتبات هؤلاء المنتسبين أكو قضية نشارتها مع الجثة لمقطوعة الرئيس بين الطب العدلي بالنجف والطب العدلي في بغداد وزارة الصحة ليش هالسكوت وليش عدم الرد يا معالي الوزير يا سيد سيف البدر هذه قضية ومن الجرائم الكبرى وهذا لو في مكان آخر لا المتحدث ولا الوزير ولا المكتب الإعلامي يسكت أو يصمت كل هذه الفترة ما يرد هذه جرائم في أماكن أخرى من العالم يخجل منها الحكومة والدولة والمسؤول فليش يا أخوان وزارة الصحة أنتوا ساكتين هذه السكتة كذلك السيد وكيل وزير الداخلية لشؤون الشرطة وأيضا وكالة الاستخبارات اهتموا كثيرا بقضية أمرحمة وجدتني أخبار أنه الضباط في صلاح الدين قد تم سجنهم لكن أخبار أخرى تقول تم إطلاق صراحهم قضية أمرحمة أيضا من القضايا الخطيرة أنا سأبقى أتابع هذا الملف حتى نأخذ حق الناس أنا ما أشتغل أستمتع بقضايا الناس من دون أن يسمع المسؤول المسؤول يجب أن يستمع لأن هذا واجبة تقول لي عدي اجتماع عدي بريد ما أقدر اجتماعات في مجلس الوزراء معالي الوزراء أنا ما جاي أخطب منك مرة ولا جاي أنا شحات على بابك هده ليشتغل وده يتحمل المسؤولية وده نقف بوجه مافيات كبيرة هنقول لكم هذا خلل اسمعوه ما لكم خلق عودكم مكاتب إعلامية وعودكم سكرتاريات وعودكم ما دلش يسمونهم ذولا يردون ولازم يردون لأن هاي حقوق ناس أيضا وزارة البيئة قلت لكم على قضية المشتريات ليش انها السماك رد وأعرف أنه الآن أنتم تدققون ردونا على هذه القضية وقلنا لكم مش قدر الفلوس اللي دخلت للحزام الأخضر وليش ماكو حزام أخضر ما للوزير أنا أعرف هاي مم مرحلتك بالمراحل الأخرى وأنا أنتظر إجابات ووراها سأبقى ألاحق كل معلومة تظهر هنا لازم يرد عليها